كانت أكبر البلدان العربية مساحة وهذا هو حالها اليوم معارك كر وفر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في حرب تدخل أسبوعها الرابع ليس فيها خاسر أو رابح تموقعت غالبيتها في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث تعقد فيها الهدنات تارة وتختارق تارة أخرى اشتباكات متقطعة استبيحت فيها كل الطرق والأساليب المشروعة وغير المشروعة من حرب عصابات أو حرب شوارع لا فرق وفي بروتقولات الحرب تدفع الشعوب الثمن ولم يستثن السودانيون من القاعدة فبين لاجئ ومتشرد ومنكوب تشتت الشعب وقسمت وطأة الحرب البلاد التي كانت تعيش مآسي الفقر والجوع والعطش والمعالاة حتى قبل بداية الاشتباكات المنظمات الدولية والحقوقية قدمت أرقاما ضخمة تنبئ بوضع إنساني كارثي فقد غادر البلاد أزيد من مئتي ألف سوداني إلى دول الجوار وقتل قرابة مئتي طفل وهو الاقتصاد وتعطلت التجارة الداخلية أمام أزمة السيولة واقع هبت على إثره المساعدات الدولية من كل حدب وصوب من معدات جراحية ومتطوعين فشلت الهدن المتلاحق في تهدئة الحرب في السودان وسط تلويحات بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مفاوضات تبدو عسيرة في ظل اشتباكات اليوم التي وصفت بالأعنف منذ بدايات الأزمة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب اليوم خمسة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيليا المنددة بالاستيطان وبجرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني كما اعتقل الاحتلال الصهيوني ثمانية آخرين خلال حملة مدهمة بالخليل وجنين فيما يتواصل حصار أريحة لليوم الرابع عشر على التوالي